منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية كتاب من تأليف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية الفصل الخامس بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم كان نبينا صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وأبلغهم وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وكان صلى الله عليه وسلم يحسن تذوق الكلام ونقده فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أو أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة ويصف الجاحظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزها عن التكلف فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة ولم يتكلم إلا بكلام قد حفى بالعصمة وشيد بالتأييد ويسر بالتوفيق وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام مع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى معاودته لم تسقط له كلمة ولا زلت به قدم ولا بارت له حجة ولم يقم له خصم ولا أفحمه خطيب بل يبذ الخطبة الطوال بالكلام القصار ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم ولا يحتج إلا بالصدق ولا يطلب الفلجة إلا بالحق ولا يستعين بالخلابة ولا يستعمل المواربة ولا يهمز ولا يلمز ولا يبطئ ولا يعجل ولا يسهب ولا يحصر ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أقصد لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح معنى ولا أبينا في فحوى من كلامه صلى الله عليه وسلم كثيرا ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أنه سئل من نجاه قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ووعظ صلى الله عليه وسلم رجلا فقال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع الإياس مما في يد الناس وقال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق نماء وسوء الخلق شؤم والبر زيادة في العمر والصدقة تمنع ميتة السوء وقال صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خلق وعفة في طعمة وقال صلى الله عليه وسلم اتق المحارمة تكن أعبد الناس وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وكان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى الشعر ويثيب عليه وقد حث في بعض المواقف على قوله ودعا إلى إنشاده فحين تطاول بعض شعراء المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته قال صلى الله عليه وسلم ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم وكان يقول لحسان بن ثابت قل وروح القدس معك وفي رواية أجب عني اللهم أيده بروح القدس كما أنه صلى الله عليه وسلم كان من أقدر الناس على تذوقه ونقده وكيف لا يكون كذلك وهو أفصح العرب كافة ومن نماذج ذلك أنشده كعب بن زهير رضي الله عنه في قصيدته الرائعة المعروفة بالبردة والتي يقول فيها أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول إن الرسول لنور يصطداء به مهند من سيوف الله مسلول فلما انتهى من إنشادها ألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بردته الشريفة إكراما له وأنشده حسان بن ثابت رضي الله عنه في رده على أبي سفيان بن الحارث هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جزاؤك على الله الجنة يا حسان ثم قال حسان بن ثابت رضي الله عنه فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء فقال له وقاك الله حر النار يا حسان فدعا له بالجنة مرتين في ساعة واحدة أتى النابغة الجعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشده قوله أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين يا أبا ليلى فقال إلى الجنة يا رسول الله قال أجل إن شاء الله ثم أنشده الجعدي قوله ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدت لا يفض الله فاكا فبقي عمره لم تسقط له سن وكان معمرا مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه برجل يقول في بعض أزقة مكة يا أيها الرجل المحول رحله هل لا نزلت بآل عبد الداري فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أهكذا قال الشاعر قال لا يا رسول الله ولكنه قال يا أيها الرجل المحول رحله هل لا سألت عن آل عبد منافي فقال صلى الله عليه وسلم هكذا كنا نسمعها وعندما قال عبد الله بن رواحة نجالد الناس عن عرض ونأسرهم فينا النبي وفينا تنزل السور وقد علمتم بأن ليس يغلبنا حي من الناس إن عزوا وإن كثروا فلما انتهى إلى قوله في النبي صلى الله عليه وسلم فثبت الله ما أعطاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال وإياك فثبت الله يا ابن رواحة روية أن أم المؤمنين سودى بنت زمعة رضي الله عنها أنشدت قول قيس ابن معدان الكلبي عدي وتيم تبتغي من تحالف فظنت عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنها عرضت بهما وجرى بينهن كلام في هذا المعنى إذ كان أبو بكر رضي الله عنه من تيم قريش وعمر رضي الله عنه من عدي قريش فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدخل عليهن وقال يا ويلكن ليس في عديكن ولا تيمكن قيل هذا وإنما قيل هذا في عدي تميم وتيم تميم وفي ذلك بيان مدى فطنته صلى الله عليه وسلم ومعرفته بدقائق الأخبار عن محمد بن سلمة الأنصاري قال كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لحسان بن ثابت أنشدني قصيدة من شعر الجاهلية فإن الله قد وضع عنا آثامها في شعرها وروايته فأنشده قصيدة للأعشى هجى بها علقما ابن علاثة يقول فيها علقم ما أنت إلى عامر الناقض الأوتار والواتر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حسان لا تعد تنشدني هذه القصيدة بعد مجلسك هذا فقال يا رسول الله تنهاني عن رجل مشرك مقيم عند قيصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حسان أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى وإن قيصر سأل أبا سفيان عني فتناول مني وفي رواية فشعث مني وإنه سأل هذا يعني علقما ابن علاثة عني فأحسن القول فشكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وروي أن حسان قال بعد أن سمع ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نالتك يده وجب علينا شكره لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول كعب بن زهير قبل إسلامه يحذر أخاه بجير من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول ألا أبلغ عني بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لك سقاك بها المأمون كأس روية فأنهلك المأمون منها وعلك ففارقت أسباب الهدى وأتبعته على أي شيء ويبغيرك دل لك على خلق لم تفي أما ولا أبا عليه ولم تعرف عليه أخا لك فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لعلك فلما سمع صلى الله عليه وسلم قوله سقاك بها المأمون قال مأمون والله فقد كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمون ولما سمع قوله على خلق لم تفي أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك قال صلى الله عليه وسلم أجل لم يفي عليه أباه ولا أمة ثم قال من لقي منكم كعب بن زهير فليقتله ثم جاءه كعب تائبا وأنشده قصيدته التي مطلعها بانت سعاد فقلب اليوم مكبول متيم إثرها لم يفد مكبول فلما انتهى إلى قوله أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول إن الرسول لنور يصطداء به مهند من سيوف الله مسلول ألقى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردة كان يلبسها ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح البيت إذ قال كعب مهند من سيوف الهند فقال صلى الله عليه وسلم من سيوف الله فأقام اللفظ والمعنى فلما وصل كعب إلى قوله في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل مع زيل شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليس مجازيعا إذا نيلوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى من كان بحضرته من قريش كأنه يومئ إليهم أن اسمعوا رويا أن الأعشى ميمون بن قيس خرج يريد النبي صلى الله عليه وسلم فقال شعرا حتى إذا كان ببعض الطريق نفرت به راحلته فقتلته ولما أنشد بالبناء للمجهول شعره الذي يقول فيه فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حف حتى تلاقي محمدا متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تفوزي وتلقي من فواضله يدا قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد ينجو ولما أي ولم يحصل له الفوز بالإسلام والنجاة وفي كتاب الأغاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علق على شعر ثلاثة الأنصار حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة فقال أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن وأمرت كعب بن مالك فقال وأحسن وأمرت حسان بن ثابت فشفى واشتفى وحقا إن حسان يتقدم صاحبيه في الشعر بصفة عامة فهو أشعر شعراء المدينة وفيه جاء أعداء الإسلام بصفة خاصة إذ بلغ فيه درجة جعلت الأعداء يرهبون لسانه ولقسوة هجائه استعاذ الحارث بن عوف منه بالرسول صلى الله عليه وسلم قائلا يا محمد أنا عائذ بك من شعره فلو مزج البحر بشعره مزجه وفي مجال الاستحسان كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها أبياتك فتنشده ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه يوما فتدركه العواقب كدنما يجزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جزاء فيقول صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده صنع إليك عبدي معروفا فهل شكرته عليه فيقول يا ربي علمت أنه منك فشكرتك عليه قال فيقول الله عز وجل لم تشكرني إذ لم تشكر من أجريته على يده وعندما سمع صلى الله عليه وسلم قول قتيلة بنت النظر ابن الحارث تبكي أباها وتعتب على النبي صلى الله عليه وسلم في قتله فتقول يا راكبا إن الأسيلة مظنة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ به ميتا بأن قصيدة ما إن تزال بها الركائب تخفق مني إليه وعبرة مسفوحة جادت لمائحها وأخرى تخنق فلا يسمعن النظر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق قصرا يقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان موثق أم محمد ها أنت نجل نجيبة من قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو من أنت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق والنظر أقرب من قتلت وسيلة وأحقهم إن كان عطق يعتق قال صلى الله عليه وسلم لو بلغني هذا قبل قتله لمن أنت عليه ترجمة نانسي قنق